بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام وعنشا في الخلق المرسلين سيدنا محمد وعلى الله وصحبه اجمعين ربش راح لي صدري واسل لي امري واحلو رجلتا من لساني يفقا وكولي ان شاء الله نرضي انتكلم مع بعض بإذن الله تعالى في مثال عبارة عن مثال مندمج ما بين البلطة الفلات السلام والبلطة السلام عايزين نبدأ نتعلم مع بعض لو الاثنين موجودين عندي في نفس البلان ازاي ابدأ احلهم وايه المشاكل اللي ممكن تواجهين بإذن الله تعالى وخصوصا في مشكلة بسم الله كده ونبدأ نفتح بلنامج ساب عشان نبدأ نعرف شغلنا اول حاجة زي ما احنا اتفعنا فايل 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 اتاكني الوحدات عندي يكون بوحدات الطن متر اقول له اقول له اوكي ابدأ يفتح للشاشة بالشكل قدامنا دا كده ابدأ اقول له لا انا محتاج شاشة واحدة بالشكل قدامنا دا كده خطة اللي بعد كده اقول له فايل او اهم خطة تقول له فايل سيف محتاج شاشة على طول عشان خطري ما تنساش اي حاجة ولي هكون نعمي فولدر جديد نعمي فولدر ستة ونسمى دا مسلا موديل 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 تاني هنخليه فور ليكشن موديل فور مومنت ونخليه هنا بعض باسم الموديل تاني فور دي فلكشن ونخليه برضه ايه في موديل واحدة ان شاء الله طيب الخطوات تبدأينا اللي احنا مستط pattادين عليها الخطوات اللي هي المعتادة خلاص بده الاستقلية لاحنا حافظناها خلاص ده اثنين ونص خلاص. خرص هناك ضر بعكية لدي فايل. اعرف هنا عندي اول حال اسمها الان ويت. الان ويت. ونوح هدد في طلب 1. بعد كده خطة اللي بعد كده عندي حمل اسمه. تخطيات مدى النوع بتاع اسمه اختار من هنا مور واختار اختار. بعد كده الحمل هو هو ايه بعد كده الحمل الاخير هو ايه خطوات 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 يجب علي الوضع فلول كفر قوله بواحد ولو اد اللايف لوب بواحد ولو اد اللون ويت ولو بواحد ولو اد بعد كده اخر حاجة عندنا الولود ولو ايه اد ولو ايه اوكي اوكي نعرف القطاعات اللي عندنا دي فاين حاجة اسمه فريم سكشن هبص على قطاعات الكامير الموجود عندي هلاقي عندي قطاعين في قطاع 12 في 70 كله و قطاع وحيد 30 في 60 انا هجي اقوله هنا من هنا اد نيو بروبيرتي اقوله اد نيو نوع وكونكريت طبعا انا هبقوله بسرعة عشان الكلام ده تشرح كتير بكتانجل اتضيله هنا واسميها هنا بي 12 في 70 وغير اللون بتاعها ولكن اللون الاصفر اقوله اوكي وغير من هنا الديبس هيكون 17 الويد سيكون 18 من 100 بالشكل بدوننا ده اقوله اوكي طبع دي كده اقوله ايه اده قبي اقوله ولكن اسمها بي 30 في 60 الديبس بس اللي هيبقى 30 60 سنتي والويد سيبقى كام 3 من 10 واللون مختلفة اقوله اوكي ماشي تمام اوكي اوكي باقي خطوة الباقيات ديفاين سيكشن بروبيرتي حاج اسمها بس في طرية تانية باقي بشانسية عشان نريح نفسها رايي كلك هنا في اي مكان فاضي عشان عينينا تبدأ تتاخد على الشورت قط كل الحاجات دي كلها قايمة ديفاين كلها موجودة هنا المواطنة بتاعنا يعني اقوله ايه اوكي اوكي فكرة من هنا عشان اخلي الحملة يروح دايريكت للقاميرا على طول اللي هم بتعرف ان بتنيني الحملاء على طول للقاميرا لما في الفلاتس لا بتملح الحملاء على عمودة على طول ماشي محتاجة الكمرا عشان كده خليت التخانة بتائطة الطبقية بتاعتها واجي في الميبرين وودي له التخانة الطبقية بتاعتها طب ليه عشان يباش مامدس لما يجي يحسب الانوة وزن البلاطة لما يجي ياخد وزن البلاطة لو انا مشتغل على الواحد اربعة من عشرة من لي يبقى انا كده بحس بوزن بلطة غلط عشان كده بدخل وزن الحقيق ايه عشان يبدأ ايه يحسن منها ايه وزن البلطة اقول له اوكي اقول له اوكي ده باختصار تاني الكلام نحن من اقول له عشان من ايه ما قدش نادي نزيد في الكلام كتير الخط الواقية خلاص ابدأ اعرف ادت اقول له اجي هنا اختار اشوف انا عندي كامل افتجاه الاكساء لان انا عندي ادي ادي واحد اتنين خمسة الواحدة خمسة متر هيجي هنا اضيف ادي كده تلاتة اربعة خمسة وايجي اقول له انت عندك خمسة الواحدة خمسة متر اي سيدي بالشكل قدامنا ده كده تعالي افتجاه الاي عندي افتجاه الاي اربعة اول واحدة خمسة متر بعد كده الباقي سبعة متر حلو الكلام اول واحدة خمسة متر وبعد كده الباقي اهو اول واحدة خمسة الباقي سبعة بعد كده افتجاه زد ما عنديش ايه حاجة افتجاه زد هو ايه جرد واحدة اصغر البابل سايز شوية خلاه ليكن نص عشان اللي هي الدباير اللي هي موجودة هنا فينا عشان الحج نتاح رسمي باش كبير زيادة عن اللازم اهو اجيب بعد كده ال اكس واي بلان بالشكل التامي ده كده اتأكد اهنا كده ده يهتمين ابدأ ارسم باقي باش مونتين اول خطوة احنا اتفان عليها اجيب الكاميرا من هنا واقول له نوع الكاميرا بتاعتنا اتناشر في سبين اختار من هنا تحاد هنا ادي اول كاميرا عندي ومن هنا لحد هنا ادي تاني كاميرا اج Laurent كلم احتجف من هنا تحاد هنا ولا اكدؤ كلم ا least من هنا للحد هنا وان في سبين ام تبين امل حاجة اسمized Dé clica here فيه اسلوب تاني ان هنا اعمل حاجة اسم درو درو فريني اMat مجد اختارة بعد ذلك يرسم عنده يرسم لديك تشغيل كده رسمت الكاميرات 70 وفيه كاميرا عندي كام 30 في 60 أختار من هنا كاميرا بتاعتنا له كام 30 في 60 وقل من هنا الحاد هنا بالشكل الهدى كده رسمت الكامير بالشكل الهدى من هنا زر الزهد لقطاعات إذنه بيسيكشن عشان يبدأ يديني الألواني بنان على السيكشن بتاع كل القطاع مقبود عندنا كده انا رسمت الكاميرا كده رسمت الكاميرا اللي هي موجودة عندي هنا خاطر الباكي احنا اتفع ان اي حاجة رسمها اعمل لها الاسين بتاعتي اختار كل الكامير وقوله ايه اسين فريم بارشالي ريليز لازم اخلي المومنت في الستار والانت يسوي صفر والطرشان عليها بكيام بيسوي صفر قوله اوكي بص كده هتلاقي الكاميرا دي كده سيمبل دي لما يجي رسم المومنت عليها لقى المومنت اعمل كده سيمبل و Brilliant والقمرا دي كل الا بعض اها معlioه ان انا سافرت المومنت ان انا سافرت المومنت بس بach بالنصير ام فيه الاشيه ها ياجب من القمرا دي علي القامرا دي في الاشيه ها يجب ا вход هو هون هنا الفرق بإضافة قطر garage واقع كده اقول له ايه اوه اختار الكامرة اللي هو 12 فى 70 ا Hook اقوله الاصي ConsoleMe I Dis اخدر الكامرةagnetire, هذه المفترض انph daqui اركون مدير فىป Scots امسك الكاميرا دي اقوله assign frame load حملة distributed رغم ان الكاميرا دي معلاش اي احمال حوائط ليه انها دي كاميرا مسعد كاميرا اسنصير كول لو احنا بصنا على الرسم هنا دي كاميرا زي هنا كده موجودة هنا بالشكل قدام ده كده في المنطقة دي كده فالكاميرا دي دي كاميرا مسعد يعني فيه اسنصير يطلع هنا ما ينفعش رح جيه مسقط كاميرا يعني ما ينفعش حط حيطة يعني نهاء في المكان الدخول بتاع الاسنصير لو بصنا عليه هنا مثلا ده المكان الاسنصير بتاعنا لو خدنا مسلا ساكشن قد ساكشن بوكس وجينا نبص كده هلاقي ادي الشكل بتاعنا جده هنا كده هنا في ناس يا بشونسين ده كده ادي الشير ولا ايه دي حيطة القص اللي هي الكبيرة اللي عندنا بتاع المنشأ في الناس هتدخل من هنا في اسنصير هنا فانا اللي عمدت له حيطه هنا يبقى انا بقى في المكان الاسنصير مكان الدخول بتاع الناس انما ممكن احط كاميرا هنا كاميرا هنا شايفين الكاميرا اللي هي السوق بتاعها فيش مشكلة ان انا احط قطها حيطه عكس هنا بقى فده اللي انا كنت عايزي اوله نرجع تاين نقل بسكشن قد سكشن بوكس خلاص ماشي ونروح للوحة اللي كله ماند اكسيس دي لوحة اللي ايه ما هيور اللي عندنا كله ماند اكسيس ماشي حلو الكلام كده احط الحملة على دي ازاي اقول له أصاين طبعا ما روش اي 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 احمال اي واللود خلاص فيش مشكلة بقى في الكلام ده كله اقول له شو اند فورمت شتاني شو اند فورمت شتاني كله اللي علي هو الان ويت اللي هو وزنها اللي البرنامج بيبدأ يحسبه ايه ضايرت خاطر بعد كده باش منسير خاطر بعد كده انا احط السبورتات بتاعتي احط سبورتات ازاي احدد كل الاماكن للنقط اللي عندها السبورتات في نقطة زيدي ما عندها support وش منص مفيش joint عندها رفر اسم عندها اي support بتاعي تبعمل ايه ؟ اقول له حاجة اسمها quick draw او draw special joint وايجا عند كل النقطة موجودة عندها support احطي joint بالشكل قدام لدقاء joint كل النقطة اللي عندها اه بعد كده اختار كل الجوينتس دي بالشكل قدامنا دا كده في هنا support لا هنا في وفي طبعا هنا مفيش هنا مفيش برضه هنا في هنا كده الاعمدة هنا في في هنا 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 في هنا هنا بصنا على plan اهو كل دا اعمدة معادة بس الكورر لسه هنبدأ نوصفه ارجع تاني خلاص هنا اقول له في هنا restrain اهو بص الشورت قاب بتاعنا assign joint restrain على طول بعشان ايه راح نعش اقول له هنجد وقول له ايه اوكي بدأ يعمل لي كل السابورتات اللي موجودة عند ارجع وقول له بقى select 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 assignment حاجة اسمها joint support assignment حاجة اسمها ايه joint support واخترهم وقول له ايه اوكي select على كل ايه joint support راية click خلاص مكان فاضي اقول له issue selection only عشان يزيل السابورتات بس ليه بعمل كده عشان اختار كل السابورتات يوش ما انسين وارجع غير اللابل بتاعتها اقول له change label اقول له انا عايز اختار حاجة اسمها هنا joints واقول له في اتجاه الواي بعد كده في الاتجاه اللي احنا شرحناهم قبل كده 60 مرة فامشان عد نعيدهم تاني في اتجاه الواي بعد كده في الاتجاه احط البرفكس قبله اقول له واسي اقول له ما فيش حاجة اتعدلت خالص هنا باش مانسى اقول له لا طب edit ultra level اقول اللي list خلاص بدي اعدل كل حاجة اللي انا بصت هنا على set the selection قلت له اظهر لي من هنا level بتاع الجوين انت بدأ يقول ليه ان انت عندك بس C1 C2 C3 وهكذا الحد موصلت ال 26 columns عشان اللي دي اكشنات لما نجي نصدر على ال excel اللي ابقى عارف كل عمود التسمير بتاعته ايه اهي click هنا اقول له ايه show Pull بشكل اللي اقام curating اخدوم له باك يا بالنسب preferences عايز اجاز اقوم به ازهر في البلطات اراك اقول شكل البلط start shop شكل البلط عندي s14 موجودة من هنا لين الحدي هنا حلول كلان بعد كياه عندي البلطات اللي بعد كدا الزعف x22 موجودة فين باع موجودة من هنا الحد هنا موجودة من هنا الهد لافتريدي انت بخطيش بالك ونسيت ان تفتقل ان انت فيه بلطة هنا وانت نسيت ترسمها وهنحمل ونعمل كل حاجة وانت نسيت تعمل البلطة هنا يعني انا لو انا جيت هنا قلت له هنا جينرال قلت له حاجة اسمها fill object قلت له كي بص كده هيبدي اقولك ان كل هنا دي بلطات معادة الحتة دي في بلطة انت نسيت ترسمها طيب انا لو رجعت شدت فيه object وانا اخدتش بالي انه في بلطة عشان نشوفوا المشكلة دي نحلا بعد كده ازاي وطبعه انا مشي عادي خالص اعمل ايه رغم اختار كل حاجه كده ما رحنا هون للبلاطة الده ناخدها نحمله اول حاجه الساين الريا لود دول الحملة عندي يونفور الاحمال المشتركة ما بينهم هندخلها كلها يعني الفلور كافر موجود على الكل 15 من 100 اقول له ابلاي على الكل 15 من 100 خلاص ارجعتين اقول previous selection موجود برضو فيه live لود موجود كنتم كامل ب 2 من 10 اقول له ابلاي طيب هل موجود بقى عندي اونويت طبعا اونويت البرنامي الخلاص او اللي بيحسبه الواحد فاضل لولود ده موجود على مين يا باش منسين ده موجود بقى باش منسين على اس 22 بس فانا بقول له select طبعا السلس لابن مش علي احمال حوائط الاحمال الحوائط اللي موجود عليها موجود على الكامر اللي عليها مش علي الحوائط اقول له select select اقول لولود كامل احتفظنا طعم الحطة 12 فانا بخلي الولود كامل 25 من 100 على الميتر سكورر يبقى كلا دخلت كل الاحمال فاضل عندي اكتشفت بعد ما احليت ان فيش بلطين اعمل ايه ارجع اسم البلطة عادي خالص ما فيش اي مشكلة 22 من هنا لحد هنا طيب وبعدين ايبش موندس وبعدين ايبش موندس تعال اقف على اي بلطة قديمة قول له assign copy assign قول لي كل الاسسين زي اللي عنده وارجع اختار البلطة دي تانية قول له assign paste assign paste to array ايه اللي انت عايز اعمله بس انا عايز اقول له lose follow check لل all all ok كلا رايي click عليه اهلا انا بصت على lose هلا اخدت كل flow cover all load live load بشكل ده ارجعت انا شيك اقول له fail object اقول له general اقول له fail object اقول له اوكي خلاص اطمنت ان كل حاجة تمام الخطة اللي باقي كلا باش مانسين انا ما برسم البلطة بابدأ اسمها على طول حطت الاحمال عليها بدأ اسمها طب البلطة اللي موجود عندي دي كل اراجعي ما حدد كل البلطة اللي موجودة عندي كلا اهو كلا حدد كل حاجة بس انا نقول له edit بقول له حاجة اسمها edit area edit area في امر جديد حلو في البرامج الجديدة بقى من اول الزرارات الجديدة في الساب حاجة اسمها area area حاجة اسمها automatic area مش automatic area مش ان البرنامج هو automatic بيبدأ يقسم لتقسيم automatic لو قل له نص في نص الفكرة منو يا باش ماندس لانو قلتول بقى نص في نص ده عبارة عن تقسيم يا باش ماندس تقسيم واهمي يعني ايه تقسيم واهمي يعني انت لو بصيت على البلطة البلطة ريسة زي ما هي بقى الاحجم بتاع الطبيعي عادي خالص بس انا لو رحت جاء الو سيد اسمه لي اوبشن و قلتولو حاجة اسمها general option و قلتولو ان انا عايز يشوف المش فين شو مهما الاناليسيز موديل أه اه شوفين المش مثلا بسم الله الرحمن الرحيم ماندس فين اصدار المش يا باش ماندس هو كده باش مانتسين بس هو الوظهر بتاع شكل المش مش مش موجود بجول برامج السابس بجول برامج سابس بجول برافة الوظافة خط أول كان الكورية تحديد بلا شكل المشي van عند المستخدمين من الوتوماتيك اللي احنا لسا بنتكلم عنه بس اعمل ازا بقى الكور ازا ما احنا تفرق قلنا بش مانسين اعمل اي نقطة من هنا اقول له ايه اعمل لعندها ريسترين اعمل لعندها ايه ريسترين فلل ريسترين ده فنج بعد كده اختار كل الجوينت بس كده اقدم اهو اعمل زوم اهو لو انت بعرفتش تعمل زوم اهو بالعدسة اعمل زوم اهو الشمال اليمين زي الساق زي اللي تكايد من الشمال اليمين كل حاجة لجوها بس اهو من الشمال اليمين لجوها بس مش مال اليمين لجوه بس واختر نقطة هي النقطة دي والنقطة دي لازم تختارهم معك ليه لان اقول له کامرة محمل لعنطة دي وعنطة دي لو انا مخدتش النقطة دي وخليتها ما الاس بالجوينتدي هتلاقي البلاط الكاميرا دي حرة في الهواء هتلاقي ادي Greens بعد كده اقول له مان غير Ir vill Long او اساين جوينت ايه كونسترين مش موجودة هنا كونسترين ارجع أولو اساين جوين كونسترين بالشكل قدامنا دا كده اقولو define new كونسترين النوع بتاعه equal equal وشرحنا كل ده بالتفصيل برضو equal اقولو equal one اقولو ok اوكي وابدا اقولو apply خلاص بدق بص كده هتلاقي كل النقط اللي حصلها اختر equal one اقولو ok كل النقط هتلاقي بلون الاخضر لو انا ارجعت اخترتهم ثاني معلش هش فمتسين نرجعنا اختر ثاني عشان لتأكد اكتر من هنا الى هنا بس لان هو ده الكور بس الكور هم التلت حدود دول بس اقولو assign joint كونسترين اختار بتاعنا equal ووكي بس اللي هم بتاعهم او ما يخضر كده معناه ايه الكلام معناه ان النقطة دي هيحل عندها ويرمي بتاعنا النقطة دي هيحل عندها ويرمي بتاعنا احاق ادي مصل لحد النقطة دي وخدت النقطة دي معهم ليه لان انا خليت النقطة دي قوية جدا تقدر تشيل الكاميرا كان لها الكور رايك على النقطة دي بقول لك الاسم بتاعها سي مش عارف الفين وخمسمائة وتمانية لا انا اقول له انا عايز الاسم بتاعك اسمه كور اسمه ايه كور عشان يبدأ يسميلي ده كور عشان لما اجيب الراكشن ابقى عارف فين اسم الكور لو انا عايز اتأكد اقول له اف Having it اقوم بتاعلي على الـDRACT هاتتأكه فلا بياس انتطلاق قرارة التارية ازاله كده هاتتأكه لو انا اخدت الزوم هنا كده على النقطة دي هاتتأكه كام اسمه ايه؟ اسمه كور بليش جعل النقطة دي كله. انه ليه من النقطة اللي هيروحها انداري ايه أدى اللي تهيمني؟ اقوله من هنا إيه الغيدي شكل الابلزي اقول له اوكي كده احنا 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 اتعلمنا مع بعض ازاي باش منسين نبدأ نعرف الكورة ازاي وكلام ده كله سلنا البلطة وكلام ده عايزين نبدأ نعمل الدوران اللي احنا عندنا هنا ده كده ابدأ ابوس ادخل على القائمة اللي عندي هنا كده الدوران ده فين ال c g بتاعته هقولو c g بتاعك مش منس shift click كمين make between two points اقوله من النقطة دي احد النقطة دي اه هي دي كده النقطة اللي هيدور عندها الشكل بتاعنا دا او بس بس اللي انا عندي الكاميرا للكاميرا دي اللي انا لفتها تبدأ ترسمي الشكل الدم دي اللي انا لفت بالكاميرا تبدأ ترسمي الشكل الدم دي النقطة دي احدى سياتها كم بقى باش مانسين قولوا ID ID Enter اقف عند النقطة دي كده بس كده اولا تحت الاكسيب كام 2.5 الواي بجام ب26 اولا هجي رايح على الساب ارسم كاميرا اي قطاع خالص اي قطاع اسمه اي اي قطاع وايجي من هنا من النص ارسم ايه الفرين بتاعنا من الشمال اللي مين ليه عشان ايه باش مانس لما يجي يلف هيلف عكس عرب الساعة فهيرسم صح ارجع تاني اختار الكاميرا اقول له edit اقول له حاجة اسمها edit line اقول له حاجة اسمها extrude convert line to extrude line to area extrude line to area عايز الarea بتاعتك كام اقول له اس اتنين وعشان انت عايز تعمله راديا طبعا راديا داران لانه هيلف حول النطر فانا بقول له راديا فين المحور الداران هو محور ايه الزد عن دين كان بنطر الداران اثنين ونص وكان في اتجاه الواي 26 بقول لك بقى الانجل بقى كام بقى زاوية الداران اقول لك يا باش ماندس تعال كده نفتكر مع بعض تاني نفتكر مع بعض تاني باش ماندس ادي السقف او الشكل قدامنا دا كده دا كده محور x دا كده محور y انا البلاط دي هتترسم هتلف حوليها هتترسم كده فلفت حولين اني محور لفت حولين محور زا ما انتشى مثلا طانية حاجة بقول لك الانجلي يعني یاي الانجلي باش ماندس يعني بقول لك يا بشرومان انت عايز نعملك كم ت7 هنا عايز نقسمها لك كم حتة طيب لما قسمها لك كم حتة الزاوية دي بقى لانا قصودها بقى الزاوية دي هي كم درجة عايزة كم درجة بين الواحد والتاني دي الزاوية كم. هقول له بص يا مش منص. انا عندي كم واحدة دلاتي. انا عندي ادي واحد اثنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة. كبالضيع وقت عشان تفضل تعيد وتعيد 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 على قلبك. بص كده او انا بص من الاول خالص اوه. من شيء تحددت ده كله. بص كده ايه لا تحت كده كم شل. اقول لك تين اريا. عشر اريا. خلاص ما انا عرفت ان دول عشرة واتشوجع دماغ. امسك تاني فريم. اقول له ايدت. اكسترود. اكسترود لاين تو ايه اريا. راديال. الاس كان اتنين وعشرين. كان في اتجاه ال اكستين ونص. كان في اتجاه الواي ستة وعشرين. طيب. الانجل بقى كامل انجل. هقول له يا باش مهندس. اول حاجة الممبر. انت عايز تقسمها كم حتة. اقول له انا عايز اقسمهم عشرة حتة. اتبنى ان انا في عندي عشرة دول عشان يبق انا في كنتي وتينيوتي مبين البلطة والتاين. فانا بقول له اسمها لعشرة. طبعا هو انا انسان في نحو ردوا non- cabeça. في اتجاه زين طبعا مفيش رتفاع في اتجاه زين. فبالانجل كان بقى باش مоронس. اسمvik لنا الزاوية دي كلها مئة واتمانين درجة. المئة واتمانين درجة دول هقسمهم عشر حتة. tienes زاويل واحدة كان بها يا. beautiful. 18 درجة手 بالعال ليكت 18 درجة على كلم زايل مع السيتة كلها اول اسيتة الصغيرة هجددي على او اسيتة على السيتا اللي هي زاوية الصغيرة دي. اللي انا محتاجها. هيديك لعدد لهم عشرة. يبقى ازا السيتا الصغيرة دي عبرها عن السيتا دي على كام على عشر حدد. يبقى مية وتمانين على عشرة. يبقى تديك تمانتاشر الدرجة. ايديك مية وتمانتاشر الدرجة. ده انا قطلو بقى اللي انا مش محتاج السورس اللي انا قطته مشاعب بس انا قلت لسمه. اقول له ايه اللي حصل? بدأت تلفى في التجاهة حكس عارب الساعة بشكل دي. طيب. في مشكلة. انت بشواندس السمتالي بالزبط حلو. طب انا عايز البلطة دي نفسها يبقى فيه مع البلطة دي الخط ده. النقطة دي تطلع كده. والنقطة دي تطلع كده. اعمل الكلام ده ازاي? هقول له. عشان الحملة يتنقل صح. بس المرة دي ما كان الماكسما مصايز. اقول له لأ انتو كان بقى النمبر في تجاهة اكسبش واندس. اقول له في اتجاه واحد اللي هو الاتجاهة الافكي كان عندي خمسة في التجاهة الافكي. خمسة. وكان في الاتجاهة الراسة انا عايزة هي تقسيمة واحدة. اقول له كان بقى لأ يبقى العكس اقول له كنترول زد. ارجع تاني اخلي ده هي لخمسة. وكان بقى هنا وده بواحد وارجع اقول له اختار بقى الشكل ده كله خلاص بقى طمنت ان انا رسمت صح. كل الكلام ده اقول له اقول له اقول له اكي خلاص بدا يقسم ويزبط اموره ده ما انت شايف. طيب. عايزة دخل الحملة بقى هنا. اللي على البلطة دي ادخل منه. اقول له ايه. ارجع اختار البلطة اللي فهو دي كلها اهو. من الشمال اللي مين بيختار اي حاجة يلمس. اهو. اي حاجة يلمس. اقول له اصاين. بيستا الصاين. بيستا الصاين تو اريا. اتعايز تعمل ايه? اقول له عايزة ادخل كل الاحمل والوكي. خلاص. رايكليك عليها. شوف اللوز 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 انت تحملت عندها عادي خرص. وبنفس الاسلوب احنا هي هنرسم بقى الدوران ده والدوران ده. طيب. ارجع تاني اختار كل البلطات اللي عندي يا باشموندس. كلها. ايهو? اقول له حاجة اسمها اصاين. شل او اريا. حاجة اسمها كريات ايه جي كونستيريل. واختار مين اقول له كريات ايه جي كونستيريل. الفكرة منها. قلنا يا باشموندس. لو انا عندي اي تقسيم للبلطة. لو انا قلت. انا عندي تقسيمة البلطة ايه. لو فيه بلطة تانية متصلة مع انا نفس البلطة فبالظبط قادي النقطة دي والنقطة دي والنقطة دي والنقطة دي والنقطة دي هما اللي اربعة دول هما الله العนقاط不对 طentes للبرنامج bullet وما دول بين اون الحملة فانا ديو دي مع بعض المتصلين صح. فانا الحملة هاتنين لصح. انما بقى لوانا عندي بقى كده مثل انا عندي الشكل ده قانو абсолютно بقى بقى بمسلهة التأسيم حصل معايا كده. بقى الحملة بين الف نقطة البرنامج مش فاهمة لان ما بيفهمش غير الاربع نقط اللي كان بس. فالحلقة دي هيقولك ان الموتشة بتاعك بش ما انستابل والحل كله غلط. طب حل المشكلة دي ازاي? عن طري ان انا نعمل اجي كونسترين اللي انا لسا عملها. يعني اي اجي كونسترين? يعني انا بقول ليا بشوان شايف الخط دك وقول له خليلي عليه كونسترين. بحيس اي نقطة طاقة عليه خدها لي ونقل للحملة بتاعها هنا او هنا على حسن ما انت تشتغل. يبايز ان النقطة دي لو في ايه تقاطع يروح جينا الى من هنا او ايه او هنا. نفس فكرة ايه? نفس فكرة اللي انا عملتها مع الكور بحيس اي نقطة من هنا بتاخد الحمل وتنقلو ايه هنا. هو ده اللي انا عملته مع الاتجي كونسترين. كده بش مانسين الموديل بتاعنا بقى جاهز ان انا عمل ايه ران دلوقتي. فانا بدا اقول له ايه? ران ايه? ممكن اقول له ايه انا اشغل في ال اكس واي دلان عشان ايه يحرر للدراجات اللي ايه? الحرية زي ما انت شايف كده. بعد كده اقول له ايه ران موديل. اقول له ايه ران ايه. قبل ما اعمل ران اسايد بس. سايد شغلي اول بقول عشان ايه ما يروحش علي. ارجع بقول له ايه بان ايه. اول حاجة جيب استريدي اول حاجة ازيارة زي ما احنا اتفاقنا حاجة اسمها الديسبلاية شو ديفورمتشيب. اول حاجة تشوف شكل بتاعك شانت تأكد ان انت صحة. اتكت تديت زاد لايف. اقول له اوكي? اقول له ايه ستار تاني ميشي. ايه اللي حصل? يا ما انت شايفي البلاطات دي عملة تطلع وتجل صحة وهي صحة فعلا. ودي ما بتتخرجش خاصة. ايه يا بشماندس? ببتكر يا بشماندس مع بعض. ايه تاني سير يو بلاش. لما جيت عرفت البلاطة اتخانة البلاطة الصوري يساب والصورة اتخانة بتاعتك يا بشماندس دي اعمال عالية جدا جدا جدا. ايه اللي يحصل? يحصل لها ديفورميشن يبش مهمش برقم كبير جدا جدا جدا. الرقم ده ولا يكون الف مسلا. ولا يكون الرقم ده كام? الف. كان حلو الكلام. الرقم اللي هو ايه? الف. يجي يحلل تبات سلاب. يبوش يلاقي الدفكشن بتاعها. حد الواندس. سانتي. مش عارفتين سانتي. فهو بيعمل بسكيل. اول حاجة ال الف ده يحطوله سكيل ولا يكون السكيل بتاعه بواحد. يجي يحصل اللي هو الواحد سانتي. يجي يعمل ايه ناكس بالواحد من الف بقى واحد من الف. بقى السكيل بتاعه حاجة اللي انت كدت تشكر فبقى بيتحرك زي ما انت شايف. انما ده السكيل بتاعه طبير فبقى بيبدأ يتحرك. يا مده. يا كد لا يكون له السكيل اصلي. عشان كده يا باش مهمة الموديل اللي قدامنا ده لا يستخدم في الشيك على الدفكشن. لا يستخدم في الشيك عليه الدفكشن. طب عشان لا بخليه فور دفكشن. فور دفكشن. اللي عملو فيها افق الحل ارجع اقول له بقى او ارجع من هنا السكشن هي. اجعل اس اربعتاشر اقول له موديفاي دخلها اللي بالكيمة الفعلية بتاعتها لاربعتاشر من مياه باش مهمة. اقول له بكي. اقول له بقى. يبقى الموديل تخص بالدفكشن بس مش هتطلع قيم صحة للمومنت. لما يطلع قيم صحة لديفكشن. تعال بقى هاتس 3D. اعلى هاتس 3D. قوله تس بلاي. هاتس 3D. هاتس 3D عندك. قوله تس بلاي. شو دي فور متشيب. اقول له ايه نتيجة. اقول له اوكي. قوله حاجة اسمها ستار تاني من شاء بس كيلا. بدأت البلطة كلها تتحرك معي. واللي طب مني اكتر ان القمر دي شابتة ايه. اتنين صح. ادف كوليسترد اللي انا عامله صح. هيبقى الفكرة بتاع الشيرول بتعمله صح. يبقى كده الموديل ده خاص بينك. اقول له ستارت ستوب انيميشن. اقول له هاتعلى على ال اكس واي بلان. اقول له بقى تس بلاي. شو دي فور متشيب. نختار من هنا حاجة اسمها درو كنتور ان اوبجيكت. في اتجاه ايه باش مانتش? في اتجاه اليو زد. انا عايز اجيب الديفليكشن فتجاه اليو زد. دفليكشن رأسي. ا Zahlen بديتجيب لك شكل الكنتور بتاعكم. بص الاركام كم? اليو انطلات تلاتة كم? واحد من الف. ينا انا عايز اغار الوحدات من هنا اخلىها طن ميلي عشان هيبقى شكلها حلو. اقول له من هنا طن ميلي. بدأ يقول له كام punt هنا بكم? بواحد واربعة من اش しم ميلي واحد ميلي. هنا كام الديفليكشن? كام الدفليكشن? ستة واربعة من عشرة ميلي على ستة من عشرا سنتي هنا كام? كام هنا ثمانية يعني ثمانية من عشرة سنتي. قلنا باخدوا الرقم ده واضربه في كام? واضربه في اتنين ونص عشان احاوله الحاجة اسمها لونج تير من دفليكشن. واروح الى البلان اللي عندي ااخد اللزبان اللي عليه وليكن كان هنا الماكسوم دفليكشن. ااخدوا الطول بتاع الكبير اللي هو باتنين منه الحمل. وهو ده كده. سبعة اقسمه على كام? اقسمه على متين واربعين. اجيب الالاوبل دفليكشن. ده كده الالاوبل. اروح هناك اقرنه بالاكشن اللي هو عبارة عن الرقم اللي انا مطلعه هنا. مضروف في كام? مضروف في اتنين ونص. طيب. لو اجينا سعرناك هتقول لك يا بش مونتس. اصغير لي شكل الماكسوم دفليكشن. تروح جايه باصل تحت هنا. تقول لي يا بش مونتس. الماكسوم بواحد علامة واثنين من عشرة ميلي. الميليموم تمانية وصفها من عشرة. بالسالب. الفرج بين السالب والموجب. الفرج بين السالب والموجب اللي هو محور زد فاللي تحت ده بسالب بسالب ايه سالب في اتجاه عكسي محور زد في بطلع بكام يطلع بيه بالسالب عندنا يبقى الماكسما ما عندنا اللي هو ايه في نص البلطة اللي هو كام اللي هو طلع بسالب 8 و 7 من 10 ميلي اضربه في اتنين ونص وقرنه بين بالقل اول خلاص كده يبقى الموديل ده عمل اللي عليه خلاص خلصنا منه في الدفلكشن اقفل ده اقفل ده كده قوله خلاص انا مش عايزك انا عايز افتح ايه يعني فايل فايل اوبن اه سيف اقول له اولو فايل اوبن تعليني بقى اللي هو الموديل فور مومنت عدنا او فور ديزاين بالشكل اللي قدامنا ده اقول له ايه بشو مهندس انا عايز ازهر بعد كده بقى اقول له او من هنا من شرط بقى الشورت قاط من هنا عشان نتعود الزيل انصادم شورت قاط هقول له على الشيل الزيل حاجة اسمه امي واحد واحد نتيجة حاجة اسمه ايه واحد ضربة ونعشر لديد واحد وستة ونعشر لايب وقال له اوكي بدأ يجيب لي القيم كلها اللي عندي ده المومنت البوستر والنجتف. الكنتور اللي في الجنب ده. ده اي حاجة باللون الازرق فهي بواحد وعشرين من مية. اي حاجة الحد سبعة فهي الرقم بتاع كده انا اسف ارجع احول التن ميتر تمام. تلا بواحد اربعة من عشرة هنا بواحد ونص. اي حاجة باللون الاخدر اربعة وواحد من عشرة زي ما انتا شايف كده اه. ده كده البوسطف والفوق رأس العمود بالنجتف. حاجة بقى مهمة بقى بشو نصيب. سين هنتكلم عنها. لو انا وقفت على الرقم هنا شايف المومت الفرص العمود بكم? بسالب ستاشر طن متر. شفها لو انا بعيد تشيلاها واحدة الرقم الفعلي بقى بكم? بقى بسالب تلاتة واحد من عشر. شف هنا كم بكم? شف عمال بي بالرقم بكام بسالب تبانتاشر. عمالي اللي اللي حد ما يوصل للكمهة الحقيقية. فعلا اللي هي هنا دي. اللي هي سالب اربعة طن متر. اللي حصل يا بشموندس? الحصل القانون اللي بيقول لنا يا بشموندس ان الاجهاد عبارة عن فورس على الارية. يعني كل ما الارية صغرت كل ما يحصل ليه للسرس. كل ما السترس بتاعنا يا بشموندس. اللي جامد جدا. فانا عندي الارية بي بصفر. فالسرس ده يعتبر رقم كبير جدا 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 جدا. عشان كلا لما جينا نحسن بالمومت رينا الرقم فوق رأس العمود برقب كبير جدا. طبعا انت لو انت بتصمم نحدي اللي اما فيش اي مشكلة. انت كل اللي هتعمله هتيجي اخد اللي ايه? اقول لي او انا هصمم على السالب اربعة او هو سالب المومت ده. سالب اربعة طن متر او سالب اربعة و تلاتة من عشرة طن متر او ده اللي هصمم عليه. ابعد عن الاربع شهلات اللي حوالين اللي عمو بس. ما اخدش اي رقم منه. لو اخد الرقم ده. سالب اربعة و نص ايه طن متر او هشتغل عني. هو ده اللي هشتغل عني. طيب انا عايز امد الحل بالزبط الحل بتاعي كويس وافضل. كافضل في الحل. مو باتش كاية كصحة يعني كافضل في الحل. هو الاتنين صح. الحل الاول نيه نابعد عني هاخد اي رقم من بعيد. او الحل التاني ليل افضل والادك والاصحة وكل حاجة. هي ان انا اعمل حاجة اسمها ايه? ده كونسترين فورس كل عمود. اقول صاين جوينت. اقول له حاجة اسمها كونسترين. وعرف له كونسترين جديد. كل عمود عندك او كل شي يقول عندك تعرف لكم سترين جده اد وطوله اوكي لو انت شوف انت عندك كم عمود وتفضل تقوله اد وطوله اوكي تفضل بعدد لعمدان اللي عندك ولكن استخدم ايك والتو وقوله اوكي وارجع اختار ايك والتو وقوله ايه اوكي ايه اللي حصل شايف النوات الاخضر معنا كلامي ايه ان هي باش ماند سنوات دي كلها بادية ترميل اكشن بتاعنا لو انا رجعت عملت ران تاني وطوله ران ناو زر اللي بقى المومنت شكل المومنت بيصل اللي يحصل على الراس العمود هتلاقي ان فيه الراس كوانت فورة عمود هنا لو انا رحطي اجعل له ايه الزر شكلهه هو هزيره لوحده دلوقتي لان انا قد حكيت عمله شايف الراقم شايف الراها اتزابطت ازاي شايف شايف الارقام بقت الارقام اللي هي الفعلية اللي هي كان سل باربعة ومصة هي الرقم الصح بقى الراه اللي فيه عمود كان Rumo كان اقشت خلاص بقى pupils ان ان الراه دي رجيت لانو عطله شوقان در youtuber والك شير لان فعلا فرص عمود مش مش حتة نقطة لا اقطاع عمود ونفس الكلام ممكن اطبع لكل الاحمدة الموجود عندي. عشان خاطر بس الفكرة منها ان انا ازهر المومنت. نفس الكلام اللي انا عايز ازهر ام اتنين اتنين في الاتجاه الرأسي. اهو الاتجاه اللي هو الاعلى. هكذا زهرنا كده هزهر ايه? الاتجاه الرأسي ده كده النيجاتف وده كده ايه بالشكل قدامنا ده. ان ده اتجاه انا الشريحة كده رأسية كده. الشريحة رأسية بالشكل قدام ده كده. الشريحة عاملة كده. الشريحة رأسية بالشكل قدام داكرة اتنين اتنيين. ادكي رأي العمود. ادي العمود. فبالنسبان لنا دكري. ادي البوستف ودي The Nektif ادي البوستف ودي The Nektif. يابقا كده دا 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 faz traffic ادي البوستف اللي عروف النص وده عند العمود دا دا اه زي ما انت شايف. ادي الفتا Eye The Nektif يا فتاة ضيبايدF يا دا حاجة اسمها شو تيبل زل الجداول انا دلوقتي ما عملتش رون ارجعها من رون تاني اقول المودل رون ناو عشان ابدأ اغزر الرياكشن لازم تغزر ايه الرياكشن اقول له بقى ايه من هنا هقول له بشون تسبيل ايه شو تيبل الشكل اللي دامنا ده كده انا دلوقتي اظهرت لقائمة جديدة اسمها الاناليسز انا عايز اجيب منها ايه الحاجة اسمها الجوين انا عايز اجيبها عند الجوين السبليس منتو اللي اريكشن اقول له ازر الرياكشن انا ابدأ اعمل العالم تلرايت هنا الرياكشن نتيجة الاربع احمال اللي هو موجودين عندي نتيجة الرياكشن اقول له انا عايز نتيجة الواحد واربع وواحد وسته هيده اللي هتصمم عليها قل له اوكي قل له اوكي بدأ يفتح لجدول كبير جدا مش محتاج من الجدول ده غير اسم العمود والرياكشن بتاعه الواف تلاته اجي من هنا فورمات فورمات table اللي انا مش محتاجه اضغط عليه double click F1 دي مش محتاجه F2 مش محتاجه M1 M2 M3 كل اللي انا محتاجه ال joint وال F3 بتاعته اضغط joint واد ال F3 بتاعته وكل اللي علي يقول له file اكسبوه تقرنت table to excel عشان اعمل ايه اده زي مبتال بقيت دلوقتي مش محتاجه اعجب بقى كل شوية اروح على القطوكات زي مثلا هنا مش محتاجه كل شوية اقول اه العمود ده كان C1 ولا C2 طب العمود ده كان C3 ولا C4 لا انا عارف انا رجعه داخله على طول على برنامج الساب انا عارف ان ده C1 وC2 وC3 كل اللي علي اروح على شهة ال excel وابدى اصمم على طول اصمم الكتاعة اللي عندي ابقى فاهم ان C1 هو ده اهو يعني مثلا ده تروح على شهة ال excel هعمل ادزاين بتاع العمود اللي عندي هعمل التصميم بتاع العمود اللي عندي ال C1 انا عارف الحمل عليها اصممه راح ها طلع البرنامج اعدل اه اعدل ده طلع معي بعد دصميم ثلاثين في السبعين ده طلع ثلاثين في مية ده طلع مش عارف كذا ده حيطة ده طلع ثلاثين في مية واربعين وهكذا وابدأ من غير مروح على برنامج الساب انا عارف ان C1 بالترتيب كده عارف ان ده C1 ده C عارف ان ده هو ده المقصود ب C1 ده المقصود ب C2 ده المقصود ب C3 وهاكذا بالشكل اللي قدامنا ده كده نفترض انا عايز اعمل ربليكيشن للمودل ده في 3D مثلا انا عايز اعمل ربليكيشن للمودل ده في 3D اقوله right click ابدأ افكر الحل دلي اقوله اقفله بعد ما صممت مثلا الاعمدة اقوله ايه مثلا مثلا يعني انا صممت الاعمدة اللي عندي وطلع كل القطاعات اللي عندي كلها add new property مثلا concrete rectangle مثلا طلع كل الاعمدة اللي عندي concrete c 30 مثلا في 60 مثلا 30 في 50 مثلا 30 في 50 يبدال العمود دي انا نص ذا كده 3 من 10 بالشكل الدمنا العمود مش هي في الديبس من الويتس لو انت غيرت ده مكن ده هيبقدر بالعمود كده لو انا عكست هيبقدر بالعمود افكي يعني مش فرقة في العام ده وقد دي لون ولكن لون الصين بشكل الدمنا دا كده اقوله اوكي اقوله ايه اوكي right click اقوله ايه great data اقوله ايه modify بالشكل الدمنا دا كده وقوله ايه اختار من هنا بش منسين ولكن انا عندي اه خمس ادوار مسلا اختار اقوله ايه add خمس ادوار كام الدولار ادفعه ولكن الدولار ادفعه ثلاثة متر اه كده اربع ادوار add add خلي كمان ده كمان دور ته ثلاثة خمسة عشان يبقى العمود ثلاثة في خمسين اوكي اوكي طيب اول حاجة اعملها يا بش منتسين انا عايز اسيب انا عايزة لو انا بصد في 3d هنلاقي كل ده ايه اتعمل معنا اراجع اعمل ايه انا عايزة سيب اللي هو البلان اللي هو تحت ده خاص بالرياكشنة بتاعها عند الاساسات ان ده خاص بالفونديشن بس والبلاطات عندي هنا في الادوار دي انما ده خاص بالاساسات بس اعمل ايه؟ اراجعي رايح لل xy بلان بص كده في ساهم طلع ونزل لما دغطت هنا يقولك الزد بش منتسين بانتسين اغطى كمان دغطة الزد بكازه الزد بخمسة عشر الزد بكم الزد بصفر انزل تانى خمسة عشر اتناشر وهكازه حد ماوصل حد الزد بكام الزد بتاعي بصفر ابدأ اعمل select بش منتسين select properties حاجة اسمها ايه؟ اريا سكشن اقول له اختار لي كل الاريات اللي هي اتناشر اللي هي 14 واثنين عشان اقول له select اقول له حاجة اسمها move ارفعلي الكلام ده ارفعولي في اتجاه باش وانس ارفعولي في اتجاه زد كام بقى باش وانس اتجاه كام تلاتة متر اقول له وكي لو بصيت على السري دي هلاقي البلاطات اللي هتعندي كام في التلاتة متر ارجعلي ال x y بلان تاني اختار الفريمات select select properties حاجة اسمها frame section اختار كل الفريمات لقل البي ودلبي اقول له select اقول له edit move ارفعلي الكلام ده ارفعولي ثلاثة متر لفوق خلاص اطرف على فوق طيب عايز ابدأ عملية باش وانس انا عايز ابدأ عمود ارسم عمود من النقطة دي للنقطة دي ازاي ارجع لل x y بلان ارجع اختار كل الامد اللي عندي اهو في الشكل قدامنا ده كده دي كل الامد طبعا هنا مفيش عمود ولا هنا في عمود دي جل شكل الامد اللي عندي شكل الامد اقول له حاجة اسمها حاجة اسمها ادت اكسترود ادت بوينت او اكسترود اكسترود بوينت تو ايه تو فريم حولي النقطة دي لقطاع اقطاع ايه بقى اقطاع عمود اللي هو كام تلاتين في ستين اللي هو سي تلاتين في خمسين هرفعه في التجاه يا باش وانس مش في التجاه الوائف بصفر لا ده في التجاه الزد ولازم يصفر ال x و ال y عشان ما يطلعش عمود مايل يطلع عمود رأسي كام عددهم بقى باش وانس انا عندي كام دور خمس ادور اولوكي بقى خمس ادور ارجع تاني اشوف ستري دي ابصة لايه كل الاعمدة عندي يطلع بالشكل ده 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 في اعمدة في نوقات ما كانتش معمول عندها صابورتات شكلها انا جبت ال x y بلان تاني ازاي مش عارف الصابورتات دي اتنسحت ازاي نرجع نرسمها تاني انا مش عارف ده اتنسحت ازاي دلواتي هبنتكلم وفيهو موجودة لسه بس موجودة لسه بس كانتش جوان بتاعتي نسحة بس كل اللي عمله امسك دول تاني اقوله ادت ادت اكسترود اكسترو بوينت تو فريم اختار اكتاع بتاعي اللي هو العمود اللي هو c53 في اتجاه زد خمس ايه خمس مرات اولوكي ابص على السري دي الايه اكتاعات العمود بالشكل قدامي ده كلا انا من سيد ازبري اوش هنغطلو حاجة اسمها اكسترود فيو طولو من هنا حاجة اسمها اكسترود فيو فين استاندر اوفست اكسترود اقول الاكسترود اقول اوكي اقول اوكي اروح على السري دي هلاقي اعميدة بالكتوع بداية اللي او اختارت من هنا تاني الغي الحاجة اللي احنا قدنا عملينه علي راية دي اقول اكسترود او ايه ابلايت او الويندو عشان يطبق الكل اولوكي بدأ ادي اقطاعات الاعميدة زي ما انت شايفها باش ماندت تطلع الاعميدة بالاقطاعات بتاعتها زي ما احنا شايفين كده بالزبطة في اقطاع الاعمود هنا برضو في نقطة متعملتش اجيب تاني ال اكس واي هنا اعمل عمدها تاني هنا وهنا بالشكل اللي اختار اللقطة دي تاني هنا وهنا وارجع اختار بعد ده وده اقوله ادت اكسترود 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 بويندو فريم اختار العمود بتاعنا سي تلاتين في خمسين في التجاه لو تزد خمس مرات ادت ستري دي فيو خلاص كل حاجة باية مزموطة طيب اعايز اعمل بعد كده باش مانتسين اعايز اعمل اياه باش مانتسين بعد كده ايه اجيب ال اكس واي بلان تاني اختار ده اختار ده اقوله اصاين ونسترق ده اخطر نقوله لان ده عشان خاطر ما بيتسايفش اول بقال عشان كده بقولك سايف اول باقول عشان لو اي افلت الملف وفتحتو اي تعديل انت عامله بيتصلح اتزبط اروح بقى بشموندسين تاني اقوله بقى سيلكت بقى سيلكت حاجة اسمها اريا سكشن واقوله اختار لبقى القطاع الاريا البلاطة اللي يده وده واقوله سيلكت واقوله بقى حاجة اسمها حاجة اسمها ريبليكيت يعني ريبليكيت يا بش مهندس يعني كرر لي قرر لي الشكل ده في اتجاه يا بش مهندس في اتجاه الزد كام يا بش مهندس 300 عددهم كام واحدة هم خمس ادوار بس مدور منهم يبقى فاضل اربعة يبقى اربعة واقول له ايه اوكي ابص على السريد يا بش مهندس هلاقي كل البلطات تكرر يكرر بس فيهم بس طبعا انت لو كنت عامل تأسيم اوتوماتيك كان الموضوع بقى اسهل بكتير يعني الموضوع كان هتلاقي البرنامج خفيف جدا لكونا عاملين تأسيم اوتوماتيك مش تأسيم مانيول اروح على الستس بلايوبشن اولغ فيلي من الليبل الجوينت ستقول له ايه انفيزابول عشان ما يبقى الشكل الجوينت كتبه وبواخد دنيا ثاني انفيزابول وابلاي تقول له ويندو ابلاي حاس الجوينت رس موجودة تعالى هنا ايه في الاريا اقول له مثلا نطعم الاريا مثلا اخفيه للكستورد فيو مثلا خليها في الوضع الستندر اقول له اوكي عشان نحاول نخفف بس اقول لهي شو عند فورمتشي طيب عايز اقرر الكاميرات اقول له سيليكت سيليكت حاجة اسمها حاجة اسمها فريم سيكشن اختار من هنا قطاع الكاميرا قطاع الكاميرا ليلبيت نصر وصبعين وكذا وكذا اقول له ايه ايدت ديبليكات اقرر لي الكلام ده اقرره لي في اتجاهز زد ثلاثة عددهم اربع ادوار اقول له بالشكل قدامك ده كده بدأ يقرر كل الكامير بقى المودل بتاعنا جاهز لو هو مثلا عندي الفونديشن بتاعتنا وليكن كانت كانت الفونديشن اللي عندنا كانت لبشة فانا لازم اختار كل الكلام ده كله اقول له كونسترين بتاعك خليه فكسد سبورت مش ايه مش اني يبدأ يتقلم كانوا ايه فكسد سبورت اجيب السري دي بتاعي هلاقي بقى فكسد سبورت بالشكل قدامنا ده كده كانوا لبشة وابدأ اعمل رون للمودل بتاعي وابدأ احيله في السري دي زي محضرة كوية شايفين بالشكل اللي قدامنا ده جدا وبكلا باش مانتسين بقى اخدنا يعني معرفة كبيرة جدا ازاي ابدأ اعمل الشكل بتاعنا سوليد وفلات ازاي ابدأ اصدر للإكسل ازاي ابدأ اتقرف على المودل في السري دي فاضل بقى ان شاء الله رجعيني ابدأ اشرح مع بعض بإذن الله ازاي بقى الكلام ده كله ابدأ اعمله ديزاين بقى ابدأ ادخل التسليح وابدأ اطلع قيم لحديث التسليح وابدأ اشيك على دفلكشن بإذن الله تعمل شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته